السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه طبعا قبل ما بدأ الفيديو كده مش هتكبه تتخضوا من مظلين تشوفتوا دلوقتي اقول لكم دلوقتي انا كنت بعمل ايه وهنشرح مع بعض واحدة واحدة كده ولو انت بقى اول مرة تشوفوا قناتي ومشتركتش في القناة يريد تتضموا التشارك في القناة وتنورينك كده وتفعلي زر الجرس عشان ما نزل بإذن الله فيديو جديد وصلك ولايك لو الفيديو عجبك وعشان تشجعيني كده وهنزل لك بإذن الله فيديوهات على طول وحب اشكر بقى الناس اللي انضمت لعيلتي بحب اشكرهم جدا عايز اقول لكم انا لو يوميا بزيد واحدة بس مشتركة واحدة بس عايز اقول لكم لانا بفرح جدا يعني بحس اللي هي يعني المحتوى بتاعي عجبها وانا عاجبتها مثلا في محتوها وحبت قناتي وحبتني شخصيا كده يعني عايز اقول لكم لانا بفرح جدا والله لما لقي واحدة بس زادت يعني لو حتى يقوم كل يوم ولا حكوم يقوم يقومين عادي بس بفرح لما لقيها بحس اللي هي مش مجبورة اصلا ياتشترك في قناتي وليها اشتركت عشان بس شافت المحتوى وعجبها وكلام ده كل يعني عايز اقول لكم بقى الشرق ده والله بيفرحني جدا وبسعيدني كده وبحس لما تقول لكم بقى بحس اللي فعلا فيه ناس حباني والمحتوية ويبقى لو لك بس ما اشتركت شاريت اشترك بالقناة يلا بقى نخوش على بيديو بتاعنا ونشوف المدعكة اللي انا بعملها ديت يا طرى انت بتعمل ايه ولا بتزوى ايه وانت دوم الكتير وتشري من ايه على السر ده تحط على السر ده اقول لكم انا بعمل ايه اول حاجة بقى دخلت على غرفة الاطفال كنت فعلا محتاجة لنا يعني امسك بقى كل حاجة حطها في الكاراتين يعني كل صنع طيبين بقى الشيطة خلص وكده ومعتش بقى فش دفيات على السرير والكلام ده كله جيت بقى يعني ايه اه مسلا مفرش القطيفة هالدفيات مفرش التواتي على الاطفال حاجات دي كلها بحس تليها بتعمل لزيح ما في الدوليب يعني اللي هو اصلا دولاب اصلا يعني بالعافية واخد حاجتي بحب بقى اللي انا حطوهم تاني في كاراتينهم وبيحطوهم بقى فوق الدولاب يعني وبردك مش قلطة بحاجة اللي انا حطوهم فوق الدولاب يعني المنظر وكده بس هو ده الحل يعني بتحس السرير عند السرير والسرير بتاع قط النوم يعني مليلين حاجات اللي هو اصلا ما فيش مكان بحب بقى ايه امس بقى كل حاجة مسلا استخدمتها والكلام ده كله احطها بقى في كاراتينها وارفعها فوق الدولاب عشان ايه الدولاب بتاعي يكون رائق كده يعني بصراحة في الشتاء بحس اللي الدنيا عندي مليانة اوه في الدولاب بسبب الموضوع ده هنا بقى مسكت اول حاجة مفرش بتاعي الفرح ده كنت طلعت طبعا في العيد جيت مسكت بقى غسلت وكده وجيت ايه رجحت ومكانه كده عشان ايه خلاص يعني بخف بصراحة علي لا يتبهد القوي او مثلا جودة وقال على اي حاجة وكده يعني عايزة افضل محافظة عليك كده وطلع الفين طبعا لو بيتفرش ايه في المناسبة بس مش اكتر يعني بس هنا بقى جيت مسكت بقى التانية حاجة الدفاية بتاعة قطت الاطفال دي الدفايتين دولة وكس المخدات بتاعتهم جيت ايه مسكتها وتحطتها تانيه في الشنطة بتاعتها عايزة اقول لكم اللي بصراحة انفرحانة اللي عملتك كده يعني في ايام فرحي طبعا في ايام فرح فيه ناس بتطلع الحاجات من الشنط بتاعتها والكراتين بتاعتها وكده لاشن ايه يعني لا تستخدم حاجة الكلام ده كله بس عايزة اقول لكم بقى اللي ان كنتم طلعها كل حاجة ومسكت بقى الكاراتين يعني خليتهم قصة يسوك الكاراتين بقى بتاعت كل حاجة يحطوا فيه الدوليب يعني عشان بقى لما استخدامهم وكده واجي بقى عينهم الكلام ده كله احطهم بقى في الشنطة بتاعتهم وحطهم في الدولاب عايزة اقول لكم بقى لو اي واحد عروسة بقى بتفرج عليها آآ يعني اي حاجة طلعية مثلا كلان تقول حتى مبرش فرح ما ترميش اي حاجة عشان تستخدميه عشان تفي في يوم بعد كده ان شاء الله آآ مثلا يعني هتقول بقى الدراب مكافر كده طب انت مثلا في يوم لما تخليه بقى بإذن الاطفال وكده هتحتاج الانت الدراب الاطفال ده سيكون فاضي تماما عشان ياخد هدومهم وهدوم الخروب دعيتهم والحاجات ده حاجات ده كلها يعني ومسلا ممكن بقى تحط منظمة تحط فهل الكتب بتعيتهم كده يعني هكون الدراب قصة بتاعهم لهم مخصوص ده هو قصة تحط فيها حتى لو فوطة حتى عشان كده بقول لكم ايه ما ترموش اي كراتين انا ده اي حاجة تحطها ومكانها هنا بقى كنت بقول لكم بقى المبرش القطيفة حتى بصوا الورقة بتاحته آآ عيناها عايزة اقول لكم بقى اللي وجوده بقى كل شوية عملها سقف لها كده وغنيل عشان ايه عشان تسكت متعيطش تحطها جنبا ايه عايز اقول لكم بقى اللي لقيت خلاص كل شوية طيبين وبقى الواحد بقى كان برحب على الدماغ ومسلا يعني ايه ما كانش يعني ايه يعني مسلا بعمل ان شاء الله اول باول بس في نفس الوقت ايه يعني ايه الشغل خفيف يعني ايه يعني ايه الشغل خفيف يعني هنا بقى كان خلاص بقى يعني ايه اللي لقيت خلاص وكل حاجة وراجعنا تاني لو روتينة التقليدي وكل حاجة زي ما هي الحمد لله هنا بقى جيت متى قطيفة بقى مبرش القطيفة وكان في دفاية قبلها كده قطيفة الاطفال حطيتها ودفاية السيركبر حطيتها ودي بقى مفرش القطيفة بتاع بتاع غرفة الاطفال هبدأ بقى ارجعوا عايز اقول لكم بقى اللي انا حاجة ده كلها فعلا حاصلت لدوالب كده يعني ايه رايئة كده اللي هي مش مليانة حاجاته كده انا بحب بحب بس بسبب الموضوع ده بحس ان ما فيش حاجة تحت يعني تحت اللي هو الدولاب وكده وكل حاجة مرفوع فوق وكل حاجة رايئة كده في الدولاب انا حيث يكب قلق اصلاح لحد دين الفيديو وانتنسوا الاشتراك في القناة واللايك وهي تكبقى اصلاح الرسول كده في التعليقات عليها وطر الصلاة والسلام ما افرج ببقى الاطفال كنت لس ما وصلتوش قلت بقى ايه يعني الكراتين يعني تكون في قد رابك ايه بعض التراب جيت قلت لباردك عشان ما الدنيا ما تتوسخش معي والمراكة اللي بتتنفسها تتوسخ اتشلت من حاجات ديقيت وبعديها هلمة بقى المفرج ديقيت واخسلها ورغم والله اللي هم انضاف بس مش عارفة يعني في مفرجة بحيث الفزاكين شافة بهذا لكني نقط صمرة كده مش عارفة من ايه يعني السرير اللي هناك ده متقريبا بالحد اصلا لمسه اصلا مش عارفة فيه زي المفرج بتاعه زي اللي جين نحايا كده مش عارفة ايه هيكت قلت بقى ايه هشيله كده وهخسله وهنزل بقى كوفيرتا صيفي وهفرشها عشان ايه ايه يعني ايه يعني مش هفرش حكا قطيفة بقى خلاص يعني الشيطة يعتبر ايه يعتبر خلاص وبحب افرش ميلايات وفي النفس الات بحب بحط مثلا كوفيرتا عشان مثلا لو ايه لو حد نف القوضة او كده يعني وانا تقريبا بقيت اليوم الان ثلت بنف القوضة انا ملاقي جوزي مزهقاني بس بلا القوضة وقلها خليك براحتك هنا هواسيب مثلا مع بابا وروح بقى ايه انا ممكن قوضة رايح دماغي شوية هنا بقى كنت شلت المفرش بلاعة السرير وكده اليها على زمان شبوب بديت بعد كده ايه في اعتقادي بقى للكوفيرتا ديت معاها ملايات بس كنت ناسي خالص برغم لا اصلا لانا بفريشها على طول وعارفها فيها ايه بس كنت ناسي بقى خالص جيت لما شلت الملاية جيت فتقلت اليها ما عايش ملاية وكده جيت رجحت بقى الملاية اليها على زمان شبوب بديت يعني ايه يعني ايه بصراحة كانت حلوة في نفس الوقت اللاية انا النصلا كنت محتاجة اصلا افرش عليها لو ما معاش ملاية محتاجة لا افرش عليها ملاية اليها افويت او اللون الفاتح ده عشان تليه بس هنا بقى مسكت بقى الكياس المخدة والكلام ده كله شو قلت هوت عايزة بقى عايزة بقى تقولولو في الكومنتات انت عايزين بقى البديوهات ايه يعني ايه عايزين ايه معينة لعملهو لكم وكده عشان عايزة بقى تدونو افكار كده عشان مصراحة الواحد يعني بقى محتار ومش حفاقوا انتوا بتحبوا ايه فعلا يعني اللي هو مثلا طبخ روتينات الكلام ده كله عايزة بقى اقول لكم ان الكوبرتا ديت بقى على متين كده يعني اللي هي تنفعت فرش بس انا بصراحة عمر مفرشتها تريبا على اليمة التاني عطلون بفرشة على اليمة دي مش عارفة ليه عشان كس المخدة وكس الخددية يعني بس هنا بقى كنت مسكت بقى الاسترارة عملتها وكان معاوزة اقول لكم كان فيش وقت كده مسكتوا مطبقتهم وشلت بقى الحاجات ديت كلها وعملتها في الكرتين كده وجيت رفعتها فيقول لا بصراحة ما استناتش كوز لما ييجي عشان عارفة لما ييجي هاي ديقول لي باحدين ومش باحدين وهم بطل يعني ايه كانوا مكركبين الدنيا عندي بس والارض يعني مكتش محتاجة لها تتكنس ولا اي حاجة عشان ايه كانت نظيفة حاكيت بقى بس معطر وايه ورش كده كانت بقى لازها دي كانت لسه جديدة كده عليها لقيتها ما بتنزلش كانت محتاجة بقى لها ايه اللي نعمل اللوق بتاعها ده بنضغط عليها كده عشان ايه عشان درش وكمان بقى ما مكتش اي حاجة لما احتاجة في القضاء اعتبر ده كانت داريبا رابع يوم لأيه او خمس يوم بس عمسك بقى ايه بحب رش بقى المعطر كده على العرفاش ذات نفسه عشان الريحة تبدأ سابتة فيه وعايز اقول لكم بقى ايه بتتضايقش من منظر المنشر ده يعني المنشر المحطوط ده والمكنزة ما بصراح ما لهمش ما كده اللي هنا يعني المنشر مناصة بيت باستخدمه على طول وكده ومهروش مكان عايز اقول لكم بقى اللي انا كنت عملت غرفة النوم وفرجت بقى الميلادية وجدت مسكت بقى العافكة طبقته على الوش ده وايه محطوطه كده اللي هو تغيير يعني عشان بس يكون ايه ما تكونش كل عاجة فهورد وورد كده يعني بس وجدت مسكتها بقى ايه عطرتها وكانت فعلا محتاجة تتكنس وايه عطرتها وقفلتها هنا بقى جد دخلت على الركنة وما اترك من الركنة اقول لكم يا طب عديدنا فيها على طول وجدت كل حاجة فعلا بقى ايه عز تكنس وتتلمع وتتلملم كده الحاجات اللي فيها هنا بقى مسكت الحالات كلها الكبات والحاكت كلها دخلتها جوه اللي هي بتاعت الدسالي وبتاعت الكحك والباسكوت الشيالة وقت بقى هاشي لهم يوم ما كان لسه فيها بس فضلتها عشان يعني الحاجات فيها بتترى يعني حتى البتاعت الدسالي كان فيها فضل فاشها تليب بيجيت مسكتهم وشلتهم وحطتهم في كيس عشان ما يتروش وشهاد مكرمشات وكده والسودان عشان ايه ما يتروش منه كده وخلاص اصلا واحد اصلا لما يكون عند سنينها وليب واحد حاجة يكون حطتها على قلبه حس دمها يعني حتى لو احنا مثلا بناه كله ونحطت مثلا الباسكت والايحة بحس بوردك اللي هو بيت بيتكرك ومش عارفة اللي هو مثلا ساعد بلايحة بيقع في الارض كده بفرح بقى لما الحاجات تتفاصل بس هنا بقى جيت مسكت بقى الارض كانت بصراحا محتاجت كناس كانت مليانة بس على الحاجة اللي هي في الجاي في الكاميرا ومش بهم فيها اي حاجة بس هنا بقى جيت مسكت الكنس تهو وجيت بقى ارشاة المعطر كده بس ما لمعتش ولا عملت اي حاجة جيت هنا بقى دخلت على المطبع كان فيه شوك مواعينة هو زي ما انتشايفون معنا كنت جيبها من ايه من رجلة الكوبات والحاجات دي جيت وكنت اليوم اللي قابليها كنت عامل لحم ببصل وكده ودي جوية كسطانية كان زيت شوية كان زيت كده شوية جيت حطيتهم بقى في طبق وكنا بقى هنغضب النوم الارض الواحد بقى في اليوم ده كان فرحوان بقى اللي هو فيه اكل من الامبرح مش هنعمل اكله لا اي حاجة مثلا لو هقل جنبه وطل صوية والصراطة بس كده جيت هنا بقى مسكت بقى بقى في معين كده اخسلها عزقوديكم بقى لانا ما تستغربش من اللي انا عملتو ده اللي هو التفلي بتاع القهوة بحب لما لايه بقى الكوبافة هتفلي كده 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 بحب اللي انا اعمله على ايدي كده ووفقه في ايدي وكده اللي انا اعمله ايه اا بعمله سكراب في ايدي بحس اللي هو بصراح بيشيل الجلد الميت وبيخلي ايدي حلوة بيناعمها وكده والقهوة اصلا يعني حلوة اوي للبشرة وكده يعني اي كوبافة اللي هواني بخصي مفيد اصلا اصيبهم شوية وكمان بقى القهوة ديت بلبن وكده يعني حتى كمان اللبن بقى بيرتب وكده وبصراحة بعمل حركة دايما يعني يعني فيها مفاهات يعني لو فيها شوية كتير كده بحب اللي انا عملها ومفروض بقى اصيبها على ايدي شوية بس بقى بقى بخصي المهين عازي بقى اخلص الورايا وكده عزق كوبافة لو في كده بتعمل عطل ايديكم بصراحة اسكرب بطبيعه وفي نفس الوقت حلوة اوي للايد هنا بقى مسكت بقى الكوبايات بدأت اخسلها واللما بتاع الكوب Beh actuت هت blamingش ان تبوش كده وـ مش اخسر بصراحة المعين كلنا معكو عشان فيديو ما يب시 عليكم ومش اعقفوكم انتم بتحبوا بصراحة فيديو يعني مقطع بتاعي غاسري المعين ده ولا لا لأ مش هعرفها ليه. بحب كده اشوف الرغاوي يعني بصراحة بتشجعني. يعني عايز اقول لكم يعني انا بعمل معك مثلا روتين بحب اللي ان اصور امتا? لما بحس اللي دينا كلها فوق بعضها عندي. محتاجة لان اتشجع بشغل كده الكاميرا وصور على طول. عشان بس ايه مش هدي قول مسلا ان انت مسلا عدوه شايتك مش تضيفة انت مسلا تبوعين في الحوض او ازاي سيبق كده. لأ انا الحمد لله انا ايدي ايدي اول باول في الشقة بس اه يعني ساعات كده لما لايبقى الدنيا كده على بعضها. لأ محتاجة لان اصور عشان بشجع يعني هتفهميني. ساعات بسال بشوف فيديوهات بشجع وساعات بحس اللي لأ فعلا محتاجة لان اصور. يا بصراحة كترايقة عندي مكتش متبهدلة يعني. يعني مسلا لو كدت كدنا مسلا يعتبر في العيد ده. يعتبر طريبا اول يوم مكناش في بيتنا وتاني يوم تلت يوم مقضينا كده عن دم مرة وعند حمات مرة. واحد بصراحة كنفرحة وان كان حسبة لكل حاجة نطيفة كده وبتجازة ما بتبسخش ولا اي حاجة. ولا في موعين يعطيبا مثلا ايه كنو مكن نغتر بس ولو تعشينا بس. مثلا بقى طول ما احنا عادين بقى انتو عارفين بقى الصهرة مسلا لو بتحتاجوا تشروه حاجة تاكلوا حاجة الكلام ده كله بتلوه بردك مهما كان موعين عايزة اقول لكم بقى الموعين ورانا ورانا يعني اعيد غير عيد لازم فهم في الموعين ولازم نغسل يعني انا عايزة لكم يعني انا كنت غسلة تقريبا يوم الوقفة جيت مسكت اه عن هدوم يعني جيت غسلتي تقريبا تاني يوم العيد كنت محتاجة بقى اه هدوم جودي وهدوم وهدوم جوزة كده بحسة اللي هي بتقوم هدوم وفي نفس الوقت بحسة اللي دينا كلها نضيفة عندي مش عايزة بس ايه مش عايزة مكون شايل اهم اللي هو مسلا عندي هدوم او الكلام ده كله بحسة اللي دينا كلها ريئة وقفة بس على الهدوم بحب اللي نغسلها بقى اول بقول بس هنا بقى كده غسلت الموعين عايزة لكم بقى نغسل بقى احسل كل حاجة بتقع مني حاصلها مش متحكمة في الموعين كده الموعين بس انا بتزحرق منك كده مش عارفة لايه وكدت بقى لابس اليدنا ده كان بصراحة يعني كدت العدل كله كان ميدينة اوي وانا بغسل مش باخد راحتي وفي نفس الوقت كنت عايزة اغلص بسرعة عشان كنت في اليوم تهوت يعني طريبا ممكن فتر عاصل ونصف صحب كنت خارجة كنت بحتاجة بقى لانا لبس ولبس شو دي وكده وكده وكنت بصراحة عايزة اخلص جدا وفي نفس وقت بقول لأ مش هصور وكفاية بقى كده لحد هنا لأ بس بقول ايه لأ لازم اكمل وانتوا عارفين بقى طبعا الرجل ان لما تكون مثلا تخرجين معه ولا ايه حاجة سلام بقى لو اتواخت لها خلاص ما فيش خرجات وقعودي بقى بيحس اللي كل حاجة سهلة بالرغم اللي تعارفين تربيس الاطفال ده يعني بصراحة والله متعب جدا وبيخد وقت طويل ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخلى هالي ويحرم لي منها يا رب ويبارك لكم في اولادكم يا رب ويرزقكم بالزرية الصراحة هنا بقى واقلت بقى شريت الكحك ده غصلتها اGold بقى ايه ارجح مكانها كده عايز اقول لكم اللي هي اللي الشيالة ديتا قريبا تاني مرة اقول لكم بقى اللي بتاع ديه المكان ديه خطي في التليفون دي hub ت Resource يعزل لكم في هي حلوة جدا فكزا كزا حاجة يعني بتاخد وجزا كتير عايزقول لكم بقى اللي بتاع تحكي ديه تاني مرة اخسلها يعني اصلتها ومرجعت في ايام الفرح. تاني مرة عشان نعتبر العيد الصبات ده دي تاني بالنسبة لي عيد صغير يعني. العيد اللي فات صغير يعني. والتوالدة فيه وكده مكنتش في البيت. العيد الكبر طبعا انتو عارفين انه بيوش كحك وبسكوت وكده. جيت بقى العيد ده باللحتها. وابقى هرجحها كده وامسك بقى اللي هي الصومل بتاعتها والحديد بتاعها ده بعينه في كيس عشان ما يصديش بخاف اللي هو سد وكده. وفي نفس الوقت ما يضعش مني يعني. حطها بقى في درج بتاع الكوميدين وبتاع غرفة القطفول. بس. ومسكت بقى بتاع التسلي كده غفلتها كويس. وغفلت بقى الحوط. وحتى بس بتهم بقى يصفوا كده. قلت ايه? يصفوا بقى رحيتهم وركحهم مكانهم. جيت انا دخلت لها البتاجاز زي ما تشايفيني يعني هو ما كانش بتبهد القوي. يعني عايز اللمع بس. كان على لبس شوية رز كده جيت مسكتهم وشلتهم. وجبت بقى الملمع. هو الجلانس. وبصراحة زيالي كله هو بيلمع البتاجاز جدا. وبيخلي حلو. يعني انا ما جبتش مغسلتش بزبينش خالص لها. قلتها لما مش مستاهل يعني. زي ما قلتكو كده اللي انا كنت عايزة بقى ايه? اخلص نفس كده. عزاليكو بقى اللي انا كنت كمان في اليوم ده كنت خسل هدوم. وكت نشرتها كده لما خلصت جيت نشرتها. كتلغسلها اخلصت جيت نشرتها. هنا بقى كانت بتاجاز اتعمل اتغسل جيت الحوامل مغسلتش ولا اي حاجة اعتبر هي كتنظيفة. جيت رجحتك غير ما مسحها ولا اي حاجة. بس. وهمسك بقى دي بقى كانت حلت التربس لسه لسه ازعطها والله في التلاجة عايزة اجيب بقى. حاجة بلاستيك كده احطها وحطها في التلاجة. علبة كده. ودكت بقى هنا الرخيمة بقى تلمح برضك بالجلانس هزالك اللي هو يعني فرق جدا فيها. من اول مرة استعملها تقريبا على الرخيمة. دي بقى كانت بقى كلها كده ايه لمحتها وفي صراحة بقى الا احساس حلوة لما تلاقي كل حاجة ونضيف حوالك وكده. والمنطقة نضيف من جوة ومنبره والضراف نتلمعها وكل حاجة حلوة كده ونضيف. هنا بقى جيت مساقة الارض كنستها. وبس كده بقى الفيديو يكون انتهى. يا رب يكون عجبكم. ان شاء الله اشوفكم بازن الله على خير. واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة